شكرا لك بسانت الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى مدينة بغاستا الفرنسية للمشاركة في قمة محيط واحد التي تأتي في إطار سلسلة قمم تعنى بالموضوعات البيئية وتنظمها فرنسا بمبادرة من الرئيس إمانويل ماكران منذ عام 2017 حيث تركز قمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلاة بالبحار والمحيطات وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الحدث الهام تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي ضمن عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولي لمواجهة التدهور البيئية وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنمية التي تربط بين مصر وفرنسا فضلا عن الدور المصري الحيوي إقلميا ودوليا في إطار الجهود والمبادرات الساعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وحماية البيئة البحرية والذي سيتوج باستضافتها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف تغير المناخ في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر من عام الجاري وأشار متحدث الرئاسة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على تأثير تغير المناخ على التوازن البيئي في البحار والمحيطات والمناطق الساحلية ومن ثم اعتزام مصر إلقاء الضوء خلال قمة تغير المناخ في شرم الشيخ على الدور الذي يمكن للمحيطات أن تلعبه في خفض الانبعاثات والمساهمة في بناء اقتصاديات منخفضة الكربون بالإضافة إلى أهمية تعزيز جهود خفض الانبعاثات في قطاع النقل البحرية والتي تساهم في تنفيذ أهداف اتفاق فاريس لتغير المناخ وأضطى متحدث الرئاسة أن برنامج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا يتضمن أيضا عقد مباحثات قمة مع الرئيس ماكرون وذلك لبحث سول تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقلمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما يكتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقلمية والدولية أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 66 لسنة 2022 بتعيني مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريج دفعات 2016-2017 هذا وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية بشأنها ومن بين تلك الملفات ملف الإجرات القديمة وخلال ترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أشار مدبولي إلى التنسيق مع السلطة التشريعية وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من الليجان الفرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر كان مدبولي قد استهل الاجتماع الحكومي بالإشارة إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين منوها إلى أن هذه الزيارة شهدت عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات المهمة التي تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات هناية المتميزة بين البلدين في سياق آخر وافق مجلس الوزراء على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعملين في الدولة اعتبارا من الأول من يوليو المقبل وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلوات للموظفين فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعينات الجديدة في قطعي الصحة والتعليم وخلال الاجتماع وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية كما وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلوة الدورية للمقاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المقاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامة بحث السفير المصري لدى كندا أحمد أبو زيد مجالات التعاون الاقتصادي والأكاديمي والثقافية وتعزيز الاثمارات الكندية مع مصر مع قيادات قطاع أفريقيا وشرق الأوسط بوزارة خارجية مقاطعة كوبك عبر الفيديو كومفرنس وذلك باعتبار كوبك المقاطعة الأكبر من حيث المساحة وتستحوز على ما يقرب من 21% من حجم التجارة بين مصر وكندا وتعد موطنا لثلث أعضاء الجالية المصرية وأوضح السفير المصري في تصريح أن اللقاء شهد حوارا متولا حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ومقاطعة كوبك لسيما في المجالات التي تحظى فيها المقاطعة بميزة تنافسية عالية مثل الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ومشروعات لاقتصاد الأخضر والتعليم أعلنت وزارة الصحة وسكان خروج 2009 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي متعافين من الفيروس إلى 382 و37 وأشرت الوزارة في بينها اليومي إلى تسجيل 2189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 62 حالة جديدة انتهى مجاز أثمنا وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج سباح الخير يمصر لكن بعد هذا الفصل